تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب المنطقة الحرة العامة ببرسعيد وذلك لمتابعة أعمال تطوير المنطقة لرفع كفاءة البنية الأساسية بها والتي تشتمل على الطرق وشبكات الصرف الصحي وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة وفقا للجداول الزمنية المحددة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير القادم مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على تيسير كافة خدماتها للمستثمرين من أجل الحفاظ على معدلات الانتاج خلال أعمال التطوير